تحويل مدينة سرط إلى مقر مؤقت للمجلس الرياسي الجديد الذي يجمع كل الليبيين هذا ما قاله رئيس مجلس أنواب الليبية عقيلة صالح ردا على وقف إطلاق النار الفوري وتعليق جميع العمليات العسكرية التي أعلن عنها المجلس الرياسي لحكومة الوفاق الليبية والذي دعا أيضا لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل المجلس اشترط أن تكون السرط والجفرة منزوعتين السلاح لتحقيق وقف لإطلاق النار ومن جانبها الأمم المتحدة رحبت بالبيانات ودعت لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات البالية وفي ظل التفاؤل السائد تبقى ملفات مهمة معلقة أو مبهمة يأتي على رأسها ملف المرتزقة الذين دخلوا إلى ليبيا من الخارج للقتال إلى جانب حكومة الوفاق بالإضافة لمعرفة تفاصيل أليات تطبيق النقاط الواردة في هذا البيان بيان حكومة الوفاق وأيضا بيان مجلس أنواب الليبي معنا من بنغازي للحديث أكثر حول هذه التطورات في الملف الليبي الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود ومن ترابلس الكاتب والباحث السياسي السيد السنوسي إسماعيل أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ من ضيفي من بنغازي إذن سيدي هل نحن بصدد اليوم الحديث عن الحل الوسط الذي يعني بحثنا أو لطالما بحثنا عنه في إطار البحث عن حل للأزمة أليبية هل وصلنا إليه اليوم؟ سيد دكتور أحمد العبود هل أنت معي؟ دكتور أحمد العبود هل تسمعني؟ أول مساء الخير تحديدك ورضيوفك خليني نبدأ بمبادرة ومشتركاتها المبادرة التي أعلن عنها في السراج من بعد الردود المرحبة من قبل رئيس مجسس النوم بالليبي المشتركات هذه المبادرات أن هناك طرف ثالث وهو الولايات المتحدة الأمريكية وعلى وجه تحديد الاستفارة الأمريكية في ليبيا ووزارة الخارجية لعبت دور في طرح ثلاث قضايا رئيسية تضمنها البيان السيد في السراج وأيضا عززها موقف رئيس نسل نواب وبيانه يصادر بعد خمس دقائق من مبادرة السراج هذا يؤكد بأن هناك انقراط كامل للولايات المتحدة الأمريكية في الملف الليبي في جانب آخر القضايا الرئيسية التي ركز عليها وقف إطلاق النار والذهاب إلى عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة وقضية النفط وضخ النفط من جديد وتجميله في سكورا كاونت إلى حين تشكيل المجلس الرئيسي الجديد والحكومة وبدأ في العملية السياسية التي أعتقد بأنها لديها اشتراطاتها وأن كنت لا أعرف حتى هذه اللحظة وفق أي آلية وفق آلية المبادرة المصرية التي تدعو إلى تشكيل مجمع انتخابي يشارك فيه في كل قليم يشارك فيه مجلس نواب ومجلس الدولة ونقبة من نشاطاء والعيان والقبائل يرشح رئيس ونائب رئيس للمجلس الرئيسي أو أحد نوابه وأيضا رئيس الحكومة وأحد نوابه فبالتالي نحن نتحدث عن مجمع انتخابي أو أما أن العودة لمصار برلين والمصارات التي أطلقتها في جنيف وهو المصار السياسي الذي كان ينص على 13-13-13-1 وأن هذا المصار السياسي يدهب إلى تشكيل مجلس سياسي جديد بقاعد رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية وباقي المناصب السيادية أو شاغلية المناصب السيادية بمعنى تشكيل حكومة تدير مرحلة انتقادية ويكون من ضمن استحفاتي أيضا مع تحويد المؤسسات لكن ماذا عن هيكل ما تم الحديث عنه؟ التي تمهد انتخابات رئاسية سياق الثالث وهو سياق عسكري يعزز من مصار خمسة زي الخمسة وإن كان لا يجيب على التساؤلات الكبرى ومنها أليات إخراج المقتصر سيد أحمد يبدو أن سيد أحمد لا يسمعني ربما نحاول إصلاح هذا الخلل تقني ونعود إليه لاستكمال الحديث سأذهب إلى ضيفي منا طرابلس سيد السنوسي إسماعيل سيد السنوسي يعني كيف نفهم موقف حكومة الوفاق مما أعلنت عنه؟ هل هي تريد أن تحجز لنفسها مكان في أي حل أو أي مستقبل لليبيا في الفترة المقبلة؟ أم أنها تريد المناورة على ما اتفق عليه من قبل الأطراف الدولية؟ وبالتالي ما نتوقع أن يكون هناك تغيير لأشخاص أو تغيير شكلي في هيكلية الحكم فيما يتعلق بالسلطة في ليبيا؟ أتحيي لك سيد السيوالي كل المشاهد الكرم ورظيفك الكريم بنغازي هو طبعا ما يحكم المرحلة الانتقالية نكون نتكلم عن أمور دستورية يعني على الأقل وفق الإعلان الدستوري هو الاتفاق السياسي والاتفاق السياسي طبعا بالنسبة لحكومة الوفاق ليست قاصر على أشخاص معينين يمكن لمجلس النواب والمجلس الدولة أن يغيروا الحكومة في أي وقت يقرر عن ذلك هذه مسألة لا أعتقد أنها هي أساس الموضوع الآن أساس الموضوع هو الآن فك الاشتباك ووقف اطلاق النار بحيث يكون هناك ضمانات حسب ما تتوافق عليه لجنة خمسة زياد خمسة من انسحابات وترتيبات عسكرية على الأرض بحيث تمنع أي اشتباك أو أي احتمالات أخرى لهجوم جديد من أحد الأطراف على الآخر هذا أمر ضروري جدا ولذلك فإن فكرة المنطقة العازلة لمنزوعة السلاح يبدو لأنها هي التي ستكون محور النقاش بين الأطراف في الفترة القادمة خاصة بأن هناك إصرار دولي لنقل على هذه الخطة باعتبار أنها أيضا ستفضي إلى إخراج كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة من ليبيا وهذا أمر مهم جدا ويعني لنقل أن كل الطرفين أكد عليه في بيانه سواء كان السيد عقيل الصالح أو كان السيد السراج ولذلك فنتحدث هنا عن أن فكفة الأزمة يحتاج إلى خطوات عملية على الأرض وعملية تغيير الأشخاص أو كده هذه تحتاج بكل تأكيد إلى لنقل خطوات دستورية من أجل تغيير وطبعا بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات خلال شهر مارس القادم طبعا هذا يكون تأكيد موعد مقترح من السراج ربما يكون قبلها وبعدها ولا يهم الأمر المهم هو أن نخرج من هذه الأزمة التي نعيش فيها الآن وهي أزمة لنقل أنها قابلة للتفجر في أي وقت باعتبار وجود الوضع العسكري المتجمد القابل للانفجار في منطقة سيرت والجفرة وكذلك وجود إغلاق للنفط ووجود تشكيلات مسلحة داخل حقول النفط وموانع النفط هذه كلها تمنع وتحاول أن تعرقل إنتاج النفط هذا الأمر يتسبب بإشكالية كبيرة للدولة الليبية سأعود إليك مرة أخرى سيدة سنوسي دكتور أحمد نعود إليك من جديد وكل من يراقب أو كل من يتابع الموقف في ليبيا وتطورات يمكن أن يتوقع أن هذا الاتفاق تم برعاية دولية وبالتالي ما مدى توافق الأطراف الدولية أو العواصم الدولية الفاعلة في الملف الليبي اليوم وبالتالي هل ستكون ضامن للتطبيق الفعلي لأي اتفاق وليد عن بيانات اليوم إلى هذه اللحظة نحن شفنا بأن في ترحيب من البعثة الهمومية وفي ترحيب من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مصر أيضا رحبت لكن مازال هناك أطراف مهمة نسمع صوتها وعلى وجه تحديد تركيا وألمانيا وسمعنا إيطاليا وفرنسا أيضا حتى تكتمل الصورة ونقول بأننا نتحدث عن مبادرة يشارك فيها كل الأطراف الدولية في جانب آخر لابد الحديث عن الضمانات بمعنى التجربة السابقة والمحطات التي شهدت مصارات تفاوضية أبوظبي الأولى، صانكيلو، باريس، باريس الثانية، باليرمو، أبوظبي الأخيرة، أعلان القاهرة كنا هناك طرف يقبل ويلتزم بمخرجات أي اتفاق وهناك طرف آخر ينقلب على أي اتفاق صحيح، ولكن ما الذي يشبر حكومة الوفاق بأن تبادر بإعلان وقف إطلاق النار ويذهب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل وبكل ما رفضته سابقا أو امتنعت عن القبول به سابقا أعتقد بأن هناك ضغوطات مورسة على الجميع مورسة على تركيا، الضغوطات الأمريكية وضغوطات من قبل الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، ضغوطات المنظومة العربية كل هذه الضغوطات حشرت تركيا في الزاوية تركيا التي كانت سابقا تضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط ضربت بمقرارات قمة برلين ومخرجاتها نقلت مزيد من المرتزقة وساهمت في توتير المشهد أعتقد بأن هناك ضغوطات حقيقية مورسة خلال الفترة الماضية لتحييد هذا الدور التخريبي التركي هذا في جانب آخر لابد أن نتحدث صراحة على أصل المشكل الأصل المشكل هي المرتزقة التي تمزج بهم في ليبيا والميليشيات التي أفسدت المراحل الانتقالية ونعبت تربط الليبي هتين المشكلتين الرئيسيتين التي لابد من إيجاد معالجة حقيقية لها في مصار خمسة وهذا هو وبالتالي سأنتر هذه النقطة سيد دكتور أحمد لمسمح لي سعود إليك سيد سنوسي هذه نقطة مهمة لأنه يعني بيان المجلس الرئاسي لم يتطرق إلى هذه المسألة والكل يعلم أنه حجم المرتزقة الذين استجلبتهم الوفاق طبعا استجلبتهم تركيا للقتال إلى جانب الوفاق يتعدون قرابة خمسة عشر ألف إلى عشرين ألف مرتزق ماذا سيكون مصيرهم هل نتوقع أن يتلاشوا هكذا أولا لا يوجد مرتزقة لدى حكومة الوفاق ما يوجد هو التواء اتفاقية التركية الليبية العسكرية الأمنية والتي تحتم على تركيا أن تدعم قوات الوفاق بخبراء عسكريين بمنظومات الدفاع الجوي بمنظومات الصاروخية ضد المدرعات هذه كلها أسهمت في إحداث التوازن الدور التركي في ليبيا دور إيجابي باعتبار أنه أحدث التوازن المطلوب من أجل اتجاه ليبينا الحل السياسي لو نجح حفتر في اقتحام ترابلس لكنا الآن في أن نشهد ليبيا تحت حكم عسكري مستبل لكن ما نع من خضوع ترابلس لسيطرة الميليشيات والمرتازقة يعني المشكلة فقط في اقتحام حفتر لا يوجد ميليشيات تسيطر على ترابلس لكن الميليشيات المرتزقة ليس فيهم أي مشكلة الظاهرة الميليشيوية الظاهرة عامة في ليبيا حفتر يدعي أن لديه جيش بينما هو يقود مجموعة من الميليشيات القبلية والسلفية أخرى التي اجتمع بها منذ فترة قريبة ويقود مرتزقة من السودان بالألاف وكذلك شركة الفاغنر سيئة السمعة وعلى سرط وعلى حقول النفط هذه أمر مهم جدا لكن أنا شايف أن الأمر لا يكون بهذا الشكل لنتحدث في سياسة ونكون نسهم على المقل الرأي العالمي متفاق حتى المجتمع الدولي كله اعترف بمشكل مهم جدا حتى الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي دعينا من هذا الموضوع كيف تنكر هكذا سنشهد انسحاب جميع الأجانب نعم نعم سنشهد انسحاب جميع الأجانب بالليبيا سواء كانوا أتراك أو غيرهم والسوريين اللي اتحدث عنهم سيدتي هو في خط جوي باللادقية وبنغازي مستمر إلى الآن يعني الأمر غريب هذا أمر دولي معروف يعني لكن نتحدث هنا عن حل سياسي ما هو الحل لهذه الاشكاليات لو بقينا نتناقش على عين المرتزقة يعني سنتناقش ولا نصل إلى نتيجة النتيجة هي أن فك الاشتباك بين الليبيين الآن الموجود في الجفرة والسرط ويكون هناك اتجاه إلى الحل السياسي عن طريق أطرار سياسية تؤمن بالحل السياسي في مسألة ملف النفط وبالتالي سأعود إلى ضيفي دكتور أحمد وفي أقل من دقيقة لو سمحت لي أخذ رأي سيد سنوسي اليوم تم الإعلان عن استئناف تصدير النفط الخام ولكن بشريطة خروج كل المظاهر العسكرية من المنشآت النفطية وبالتالي أن تذهب عائدات هذا البيع النفط الخام إلى حساب خارجي هل هذه معالجة ناجعة برأيك؟ باختصار طبعا لا أعتقد بأنها معالجة ناجعة لابد من إيجاد آليات لتوزيع هذا للتروة لابد أن نتحدث صراحة إلغاء هذه الدورة التي كانت تحدث النفط يباع يدعب للمركزي تمول بيه الميليشيات وتمول بيه الخزانة التركية وتحول الأموال من مصرف ليبيا المركزي إلى المصرف التركية هذا لن يحدث صراحة إلا في ظل ثلاث معالجات الأولى سكور أكاونت يعني بمعنى حساب يجمد فيه هذه الأموال توجد فيه آليات عادلة للتوزيع يعني هذا هي الحل الحقيقي لأزمة النفط الجيش استطاع أن يحمي الموانئ والحقول النفطية وقت انتهى للأسف أشكركم جزيلا شكرا من بنغازي الكاتب والبحث السياسي دكتور أحمد العبود ومن ترابلوس الكاتب والبحث السياسي السيدة سنوسي إسماعيل شكرا لكم شكرا لكم